بالصراحة لو كانش فيه كورونا يعني اعتقد كده فيه حاجات أفشخ يعني كنت بنزل تريكات اللي هي قصد كده على مهرجون على الساوند كلاود وكنت بتخيل اللي في التريكاتيك ما بيشغلهاش يعني اللي هو هتبقى جامدة يعني فتقاونت في الفترة دي مع 50 وكده بحيث اللي هو الصوت ده اللي هو التكنو قوي ده يبقى موجود في التكاتك عادي يعني هو التريك اللي كان مهم شوية بالنسبة لي السنة دي اللي هو جوا أرض يعني ده حسيت ان انا خرجت فيه اللي انا عايزه في المزيكة وشكل التعاون وشكل برضو الصورة التريكز هيسلم علي هيبقى الكترونيك كده في نفسه بس هو برضو مصري عادي وانا كتبقى بالنسبة لي للموضوع ان هو يعني ازاي خطيب هيغني على ده فهو كان يعني يعني كان غني بشكل جميل وسلس يعني حتى في التسجيل سجلناه بسرعة جدا يعني لما بيكون فيه سراع كده معين ده بيديني الهامي تديني طاقة اللي هي الطاقة اللي هي العنف دي العنف ده بقى بيخليني عادي اشتغل لو انا جيت في فترة اللي هي مستقرة فيها نفسه من نسبة مية في المية مش هشتغل خالص اللي انا عايزه ان انا الثقافة دي تنتشر اكتر والمزيكة دي تنتشر اكتر عموما حسس برضو ان انا عملت حاجات هنا اللي هو برضو يعني جبت اخرها سيكة يعني مش عايزة اكون حاصر نفسي في مصر عايزة اكون حد يعني الناس بتسمعهم من كل حتة في العالم عادي عايز اثبت ان انا يعني بعمل مزيكة عموما مش في نوع معين انا بعمل اي نوع مزيكة بالطريقة بتاعتي يعني يعني اي حد في مجال المزيكة عموما عشان يعني يبقى قوي لازم يكون مميز بنسبة مية في المية يعني مفيش سقف معين يعني عايزة اوصله يعني لسه عايزة احتل العالم